السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شف صلاح البطني قبل ما ابدأوا فيديو طالح اليوم لا تنسوا تسلموا على رسول الله لأفضل الصلاوات اليوم ان شاء الله جبتكم فيديو متنوع فيه ثلث وصفات زوج وصفات رمضانية اما الوصفة الثالثة هي عبارة عن تحليات قدروا تديروها المناسبات للعزومة خطوبة المهم كما تحبوا الوصفة اللولة هي شرب أفريك مع كما تفاصلها الوصفة الثانية خبز الدار السائل اما الوصفة الثالثة اللي هي ليدات فوغي بريستيج محشيين بحلوة ترك السائلة ان هذي خليكم لكم مع الفيديو مشاهدة منتعى للجامعة نبدأ لبركة الله مع الشربة وشنحتاجوا فيها عندي كمية من الحم انا استعملت الحم غنمي في شوية شحمة تخدروا تستعملوا بقريد تخدروا تستعملوا الدشاش عندي حبات عبصل متوسطة في الحجم ارابيتا عندي ثلس سنة تنتعثوم ايضا مسكريفجين عندي ملاقات عطماطم مصبرة عندي تشحبة انت عطماطم يكونوا متوسطين في الحجم ارابيتهم عندي شوية تعد بشا ندرت بهذه الطريقة عندي ايضا فنجل تاع فريك بطبيعة الحال بعد ما غسلته وعندي شوية ملح وفلفل اسود وبطبيعة الحال نحتاجوا توابل ابو صلاح تاع الشربة هذو مخصصين او خصيصا للشربة وفيهم يعني هما مجموعة من توابل وداروهم تاب الواحد اللي هو مخصص للشربة زيت لهم انا فقط للفل الكحل ولملح وش فيهم فيهم كصبر فيهم كركم فيهم كروية فيهم البسباس فيهم ففل احمر الحلو وزيت لهم انا فقط فلفل الكحل والملح فقط ايدي Shakti وطبيعة الحال نحتاجوا الزيت ونحتاجوا الماء فيه طنجرة تعضطو لطنجرة عادية نديروا شوية تعز زيت لا تكتركواش زيت لانو اللحم تحيي اصلا اروا فيه الشحمة اذا اللحم تحيكم فيه الشحمة لا تكتركوا ش بالزيف الزيت ملاقة يكفي نضيف له الحمد تقنى ونقلوها مليح لمدة 5-10 دقائق لازم نقلوه الحمد تقنى مليح و بعد ما يتقنى كما كنتوا بداية تحمر على الوجه طبيعة الحر وما طابش راهو بداية يحمر على الوجه فقط نضيف له الحبة تاب صلى ذيك لربينها ونضيف له أيضا الثوم نضيفه أيضا الطماطم مصبرة باش نقلوها مليح باش ما ديرناش عفوا انت نحى هذيك الاسي دي تي لي فيها او الحموضة هذيك اللي فيها نخلطه مليح هذي المكونات يعني ونخليهم يتقلو مع بعض شوية حوالي 5 دقائق ولا 10 دقائق ونبعد نضيفه المكونات الاخرى اللي هنا نضيفه زوجي حبة انتا طماطم مرابيين حاولوا تخيره طماطم اللي تكون طيبة باش ما تيكون ش حمضة ونزيد نحركها شوية مع ذاك الخالط ونزيد لها اللي هنا هذوك التوابل اللي هما ملح وفلفل اللي كحل حاولوا الملح اللي هنا دلوه عينكم ميزانكم فلفل اللي كحل ما تكثروش بززاف واجبتكم التوابل تع ابو صالح هذو تع الشربة ملعقة تعديسار ما تكثروش اكثر ملعقة تعديسار يكفي وعندي ايضا شوية تع الماء ونقليها ملح لازم يعني اساس الشربة في البداية كي تقليوها وندلوه هنا هذيك الربطة تع الدبشة ونغطيوه لها نخليوها تقلى ملح بعد ما تقلى جيدا نجيوه هنا المرقو بطبيعة اللحاب كما كنت شوفوه هنا راه يتقلات ملح لازم نمرقو بالمسخون اعلاش بالمسخون كون تخدمو بالجاج نورمال ما يهمش ولكن الحم لازم له المسخون كون دلوه المال بارد راح ييبسلكم هذك اللحم اذن هذي هي وضوك راح نغطي عليها ونخليها حتى نطبع ذاك اللحم ونبعد نجيوه ونضيفوه لفريق لانا كما كنت شوفوا بعد ما طاب لي اللحم يعني ما بقالوش بزا في طيب راح نجيبوه لفريق كما قلتكم درتانا فنجان غسلته ملح وخليته الى جهة حتى نطبع ذاك اللحم نضيفوه لفريق وضوك نزيد نغطي عليها ونخليها بطبيعة الحال في الاخي نضيفوه لها قرن في الفلحار بش يعطي هذيك البنة لانا بعد ما طابت لي هذيك طاب لي هذيك الفريق نحوه ذيك الدبشة ولانا كما كنت شوفوا القامة امتحها رائع جي خاثرات جي حمرات جي ما شاء الله ونقدموها في سحن تقديم عادي مع شوية دبشة راح الفلفل ايضن راهي تعطر ما شاء الله ان هذه شربة رمضانية سهلة بدون طنجرة فقط يعني بدون طنجرة تضغط فقط في طنجرة عادية وتجي خاثرة والحمية يعطيها وقتها في التقلية وايضا في طيبتها وتجي ما شاء الله اذن هذه كما كنت شوفوا شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله نتمنى انكم تجربوا هذا التوابلته ابو صلاح لانهم يعطيكم واحد المذاق للشربة خيالية وايضا دلون تحها يجي بزاف شباب ذكروا راحوا للوصفة الثانية اللي هي خبز الدار السائل ايضا راح يساعدكم بزاف في الشهر الفاضل وحاجة يعني سانك سانك عندي حبة تعبيض وعندي ايضا كاس تحليب يكون دافي طبيعة الحل نخلطهم بالفوم مليح عندي ايضا ربع كاس انتع الزيت بنفس الكاس اللي كيلت بالحليب نكيلوا به ايضا الزيت ونخلطه كل ما نضيف مكون نخلط عندي ايضا ملعقة تأكل سكر ملعقة تأكل خميرة الخبز ملعقة يعني تكون مملوئة جيدا نخلطوا هذو كل مكونات جيدا حتى ينسجموا كامل مع بعض ونبعد اللي هنا نجيبوه الفارينة ونبدأو نضيفه بتدريج عندي الكاس الأول بتاع الفارينة وعندي اللي هنا ايضا ملعقة انتع قهوة ملح ما تنسوش الملح احنا نسميوه الربح كل واحد كيفش يسميه ونخلطوا لهنا القوام راح يكون سائل راح نضيفها للفارينة راح نقولكم شحال داتلي الداتلي اللي هنا للآمانة راه يداتلي ثلث كيسان ثلث كيسان تاع فارينة يعني القوام اللي تحصلت عليها بثلث كيسان فارينة انتو ما متقدروش تقيدوا بهذا الكيل هذا لانه حسب النوعية على الفارينة شوفوا القوام كيفش راهو من بعدوش ندير نجيب بلاتو نكون دهنتو بالزبدة ولا تفرشوه بورقة طهي كما تحبوه نفرغوا هذك الخاليط نفرغوا هذك الخاليط ورح نساعدوا يدينا بشوية زيت من الأحسن دلوز زيت ما دلوش الماء بش يجيكم الخبز مبسس فيه يعني واحد لبساء ساكل ما يجيكمش طريطرية وما يجيكمش أيضا يرس بساف وانا بدأول هنا نمشيو بهذا الطريقة انا قدرت قرصة صغيرة فقط انتوما اذا حبيتو او حبيتو الضعف والمقادير طبعا الحال ولا حبيتو زوج قرص ولا قرصة كبيرة ضعفوا المقادير عندي اللي هنا بعد ما اضعف الحجم بعد ما قرصتوه في البلاتو وغطيتوه في مكان دافي بعد ما اضعف الحجم جبت صفار بيضا درتها شوية كما تقدروا تديروا الزيت القهوة كما تحبوا ونبدأو ندهنو الوجه فقط بالعقل لانه لو كنت ضغطوا بالفرشة تذيك راح تفزدو الخبز نفوتو الفرن على 180 درجة ونعطيو تحميره على الوجه ونرجع لكم اذا الهنا بعد ما طبعا كما كنت تقلب في ساعة ما يلصق ما يروح ما يجي يجي خفيف وما يجيش طالع بزاف يجي روح اشوف وبفا راح نزيد نقطع حولكم باش تشوفوهم ليح شاهدكم في الجنة مع الشربة حاجة في الوائر والله العظيم غير في الوائر نتمنى انكم تجربوهم في هذا رمضان ان شاء الله اللهم بلغنا رمضان ونروحوا وضعوا الوصفة الثالثة والاخيرة اللي هي اليدات فغي كما قلت لكم تقدروا تديرهم للعزومة الخطوبة المناسبة سهلات الرمضانية كما تحبوا استعملتنا هنا الدقلة لازم دقلتكم طبعا كما كنت شوفو بالموس لازم تخدموا خدمة نقية لانا بالنسبة للحشوة كان كل واحد كفاش يحشمو لكن انا جبت لكم الحشوة هذه حلوة الطرق الشامية هذه الشامية اتارتيني او حلوة الشامية كل واحد كفاش يسميها المهم هذه حلوة الطرق سائلة يعني اذا حتتها في الميكروند ولا حتتها في باماري راح يزيد تولي سائلة اكثر واكثر كما كنت شوفو حشيتها كامل بهذه الطريقة ومن بعد وش راح نديرو راح نروح نجيبو شيكولا او خليط مزيج بين شيكولا بالحليب وشيكولا بيضا كما ممكن تستعملوا شيكولا بيضا وحدا ولا شيكولا بالحليب وحدا كما تحبو انا درت مزيج ذوبتها في الميكروند ولا ذوبوها في حمام مائي ونجيبو الهنا بالكوردان ونغطسو هذك الكوردان في الحبة ونحطوها بهذه الطريقة بالنسبة لتزين لكم الاختيار كما تحبو تزينوها تزينوها انا زينت بالكوكو الاخضرات اللي زعم على شكل بيستاش ودرت ايضا حبات الاخرين درتهم ايضا بالشيكولا حبيبات وحطيناهم في الكيسات يعني تقدمهم كما قلتكم عزومة خطوبة صهارات في الفطور تع رمضان اذن هذه الصفة عن طنه اليوم نتمنى انهم ينالوا اعجابكم و تجربهم اذا عجب تكون لكم الفيديو عنها اليوم معلكم ايضا تكثرولي من الليجاند اذا عجب تكون قناتي معلكم ايضا اشتراك ولا ابنوا ولا سبسكرايب تفعلوا الزر الجرس باش يصلكم كل جديد قناة كل شهيدكم بالصحة ما تنسوش تبرتجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ما تنسوش تدعموني في التك توك في الانستغرام وتبعثوني تطبيقاتكم الى وصفاتي في المجموعة لاحق ليكم الرابط تحمل في صندوق روس رسول الله في ربحكم وسلام